طيب دكتور لما بنيه نقول إن الجمهورية الجديدة فيها مكان للمعلمين محترم وواخد مكانته والمعلم فيه هو كمان مش بس بيتم تقديره ماديا أو المحاولة لإنعاشه ماديا أكتر من كده بكتير ولكن مهاراته الاستثمار في مهارات البشر ده واحد من أهم الحاجات القائمة عليها فكرة الجمهورية الجديدة الاستثمار في مهارات المعلمين إيه اللي بيقدم للمعلم في الفترة دي بحيث إنه هو يقدرين الخبراته اللي بيتعلمها للطلاب الحياة طبعا مشروع المعلمون أولا الوضع دكتور طارق شوقي وزير التعليم الزيت أسبق واللي بيواصل هذا الجهد الوزير الجديد الدكتور محمد عبداللطيف بكفاءة اقترار لأنه جاء من الميدان ونزل إلى الميدان ولم يجلس الديوان بنجد كسافة تصول انخفضت بنجد هيكلة للمواد الدراسية قللت العبء المعرفي على الطلاب أدى إلى انخفاض الدروس الخصوصية أدى إلى القضاء تقريبا على معظم الكتب الخارجية هيكلة هذه المواد أدت إلى العبء المعرفي المتعلم ببسيط بيطقن المهارات والقدرات الخادرة على تواصل مع التعليم الجامعي ده كله بيفرض على المعلم استراتيجات جديدة ويمكن التجوال الوزير الجديد في المدارس في أنحاء مصر المعمورة والتقاوم مع المعلمين وتدريق ويعني اعتبار أن المدرسة مدير وأن المدرسة مدير بالمعلمين فكأنها وحدة عسكرية قائمة على بناء هذا الإنسان الإنسان منضبط الإنسان لفكر الإنسان المفكر الإنسان المشارك الإنسان اللي عنده قدرة على الاحترام الآخر وقبول الآخر هو ده الفكر الجديد يمكن إحنا في كليات التربية في الجامعات المصرية حوالي 27 كلية تربية زائد باقي كليات التربية تصل إلى 65 كلية التربية النوعية والتربية الموسيقية والتربية الفرنية هؤلاء المعلمون بكافة مجالاتهم سواء في الجانب المعرفي أو الجانب المجدالي أو الجانب المهاري بيشكلوا هذا الإنسان الجديد هذا الإنسان الجديد لابد أن يكون المعلم فيه بقى حسس إضافية بأجر فيه يعني الخضية مش خضية أننا يعني رفع مرتبات المعلمين الآن ولكن الإدارة بالأهداف قابلة للتحقيق بحيث أن المعلم مستوية النجاح ونسبة النجاح في المدرسة بتؤهله أنه يأخذ مكافاة تلاسب هذا الجهد المفزول في هذه قللة عدد الحصص أو تقليل عدد الحصص يؤدي إلى زياج كفاءة المعلم كثابة الفصول المتقل يؤدي إلى قدرة المعلم على التفاعل مع المتعلمين كل دي يعني بالإضافة يعني فيه مزايا تدريبية أو منظمه مهني للمعلمين هنتكلم عن هذه الجوانب دكتور حسن لكن في قل